وسلام الله عليكم هذه قصص من القرآن الكريم المتصيدون في الماء العكر يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين آل عمران مئة لقد سجل لنا تاريخ الصراع بين الأوسيين والخزرجيين ما أسموه بأيام العرب تلك الأيام الحروب العصيبة التي كادت أن تفني القبلتين وتهلك الحيين وولفتنة وقعت بينهما تلك الوقعة الدامية التي تعرف بحرب سمير التقى فيها الفريقان واقتتلوا اقتتالاً شديداً في جولتين شرستين اشترك فيها سائر بطون القبيلتين ولقد كانت أصابع اليهود وراء أغلب تلك الحروب خفية تارة وظاهرة أخرى تثير النار التي تحت الرماد وتذكي ثارات العصبية الكامنة بالإحقاد بين تينك القبيلتين اللتين تتفرعان من أصل واحد البشرى بالخلاص وكم كانت فرحة إياس بن معاذ كبيرة حينما التقاهم ذلك الرجل العظيم في شعاب مكة عندما قدموا من المدينة يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له؟ فقالوا وما هو؟ فدعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن فقال إياس وكان أعقلهم رغم كونه أصغرهم هذا والله خير مما جئنا له ورجع هؤلاء الرجال يحملون بين جوانحهم بشائر المستقبل السعيد وراحوا يحدثون قومهم عن ذلك اللقاء الميمون والرجل الذي كانوا به يحلمون وما إن جاء العام المقبل حتى وافى الموسم اثنى عشر رجلا من سادة الأوس والخزرج ونقبائهم وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة بانتظارهم فعقدوا البيعة الأولى ولما هموا بالرجوع طلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام ويدرسهم القرآن ويفقههم في الدين فانتدب الرسول لهذه المهمة الصحابي مصعب بن عمير وبعد أن حل موسم الحج التالي وإذا بذلك الشاب القرآني يعود إلى المدينة ومعه سبعون رجلا من الأوس والخزرج قد جاءوا مستخفين لا يشعر بهم أحد تحت غطاء موسم الحج لقد عاش الأوس والخزرج بأروع ما يكون التلاحم الإيمني وذهبت الأضغان من القلوب وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبع وشعر اليهود الذين كانوا يغذون الخلافات ويذكون العصبيات بالخيبة المريرة والفشل الذريع ولقد أدرك اليهود أنهم لا يستطيعون بعد اليوم أن يلعبوا بالمشاعر والعواطف كما فعلها يوم بعاث وغيره من الأيام فقد تبدلت الهموم الصغيرة والتطلعات الضيقة إلى هموم كبيرة وتطلعات جسام إلا أن ذلك لم يجعل اليهود تكف عن محاولاتها اليائسة في إثارة الفتنة والتصيد بالماء العكر فراحوا يتحينون الفرصة المواتيه لإثارة الإحقاد الجاهلية والثارات العصبية وكادت محاولاتهم الأخيرة في صنع الفتنة أن تفلح وتنجح فبينما كان جمع من الأنصار الأوس والخزرج يعيشون الفاعليه معا في بناء الدولة الإسلامية الفتية مر أحد أقطاب اليهود وكان شيخا قد غبر في الجاهلية عظيم الكفر شديد الغيظ على المسلمين شديد الحسد لهم فغاضه ما رأى من الفتهم بعد عداوه وواحدتهم بعد فرقة فأمر رجلا يهوديا ليدخل بين صفوفهم ويسعى بما يستطيع في إثارة الفتنة فيهم ويذكرهم بأيام حروبهم وما نزف فيها من الدماء وقيل من الأشعار في الفخر والهجاء وذهب ذلك الرجل وحاول بكل مكر ودهاء أن يثير الإحقاد الكامنة والضغائن الدفينة كما أوصاه سيده فذكرهم بما قاله شاعرهم الأوسي مفتخرا ويوم بعاث اسلمتنا سيوفنا إلى حسب في جذم غسان ثاقب قتلناكم يوم الفجار وقبله ويوم بعاث كان يوم التغالب إتت عصب للأوس تخطر بالقنا كمشه الأسود في رشاش الأهاضب ثم انشد لهم جواب شاعرهم الخزرجي نحامي على إحسابنا بتلادنا لمفتقر أو سائل الحق واجب وعمى هدته للسبيل سيوفنا وخصم أقمنا بعدما ثج ثاعب وهم حسر لا في الدروع تخالهم أسودا متى تنث الرماح تضارب وعادل الخزرج لينشدهم أبيات شاعرهم حسان بن ثابت ليذكرهم بيوم السرارة الذي وقعت فيه حرب شديدة حسام وارماح بأيدي إعزة متى ترهم يا ابن الخطيم تلبد أسود لدى الإشبال يحمي عرينها مداعيس بالخط في كل مشهد وما أجابه الشاعر قيس الأوسى لن حيطان الموت أسفل منهما وجمع متى تصرخ بيثرب يصعد ترى اللآبة السوداء يحمر لونها ويسهل منها كل ربع وفدفد ومن فك يحرض الفريقين مذكرا لهم حتى دب النزاع بين رجال القبيلتين وأخذوا يتفخرون ويتنازعون حتى وصل بهم الأمر إلى أن يثب رجل من الأوس وآخر من الخزرج فدر بينهما جدال عنيف وقال أحدهما لصاحبه إن شئت رددتها جذعا وغضب الفريقان جميعا وقالا ارجع السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة فخرجوا إليها فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانت عليها في الجاهلية وتواثبوا للقتال وأخذ الشرر يتطاير من عيون الرجال وشهر السلاح وأشرعت الرماح وكادت أن تقع فتنة عمياء لولا حضور الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء مسرعا إلى ذلك الميدان ومعه عدد من المهاجرين فرأى القوم على وشك حرب مدمرة وبحكمة القائد الرباني راح يهدي القلوب الثائرة والدماء الفائرة فذكرهم بنعمة الإسلام وسوء العصبيات الجاهلية وخاطبهم بكل أسف ولوعة ومرارة يا معشر المسلمين ادعون الجاهلين وأنا بين أظهركم بعد نكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا الله الله وسرعان ما رجعوا إلى أنفسهم وأدركوا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من بين أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعين مطيعين فأنزل الله سبحانه آيات بينات تتلى على مدى الأجيال والأزمان لتحذر الأمة من طاعة أهل الكتاب والاستماع إليهم والسير وراء مخططاتهم كما وتحذرها من سوء النعرات القبلية والعصبيات القومية يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذا كنت تحب المحتوى الراقي فادعم القناة شكرا لك شكرا لك